اعرض سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن سعادته وفخره بما حققه فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية في بطولة طواف عمان للدراجات مشيرا سموه إلى أن اعتلاء الفريق منصة التتويج والحصول على المركز الأول يؤكد النجاح الكبير الذي يحققه الفريق وأكد سموه أنه شعور رائع أن يواصل فريق البحرين ميريدا حصد الإنجازات الرائعة في مختلف البطولات الرياضية وهذه الإنجازات لم تأتي من فراغ وإنما هي نتاج للعمل الاحترافي من قبل الأجهزة الإدارية والفنية والدراجين الذين أكدوا سلامة الإجراءات المتخبة ليكون فريق البحرين ميريدا رقما صعبا في رياضة الدراجات الهوائية وأوضح سموه أن حصول المتسابق سوني كولبرلي على المركز الأول في طواف عمان يؤكد بأن الفريق يسير وفق النجاحات المتواصلة والتي تعكس المكانة المميزة التي يمتلكها الفريق في المسابقات العالمية وأشاد سموه بجهود الجهازين الفني والإداري للفريق وكافة المتسابقين متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح الدائم في المسابقات القادمة واستطاع فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية التألق في بطولة طواف عمان للدراجات الهوائية خاطفا فوزا مستحقا في الجولة الرابعة من البطولة مع اعتلاء متسابقه سوني كولبرلي منصة التتويج وامتدت الجولة الرابعة على مسافة مائة وخمسة وعشرين كيلومترا وانطلقت من منتجع جبل السيفة بولاية مصقط حتى مركز عمان للمعارض والمؤتمرات بولاية بوشر ترجمة نانسي قنقر